اشتركوا في القناة شر لكل ما هو جديد ولمعلومات يمكن احنا مفرضنا بالقضية دون عن بقية المواقع منذ الوهلة الاولى القضية اللي احنا بصدتها النهاردة هي قضية من قضايا الرأي العام الاولى يمكن في مصر في الوقت الراهن القضية اللي احنا بنتكلم عليها هي قضية سفاح التجمع لو جينا اتكلمنا عن سفاح التجمع وايه القضية وبدأت ازاي يعني هنقول ان محافظة بورسعيد كانت اولى المحافظات اللي اكتشفت هذا السفاح طب ده ليه لان بورسعيد معروف ان هي بتتمتع بقوة امنية قوية جدا وكمان المحكمة والنيابة العامة احنا من اقوى الاجهزة الامنية اللي موجودة اللي بتحكم قبضتها دايما على اي حد ممكن يدخل المحافظة احنا عايزين برضو نوضح ليستدنوا مشاهدين ازاي تم اكتشاف هذه الوقع الوقع دي كده لو جينا نتكلم بالبساطة بعض المرة على طريق محور 30 يونيو وجدوا جثة ملقاة وطبعا احنا عارفين ان محور 30 يونيو من احدث الطرق اللي تمت موجودة في مصر ده طريق بيوصل طريق مختصر بيوصل ما بين القاهرة وبورسعيد بعد عدد كلوات معينة بيدخلوا في المحور بياخد يعني لو السفارية كانت الاول بتاخد ساعتين ونص انت في خلال ساعة ساعة ونص تبقى ببورسعيد من القاهرة لبورسعيد محور 30 يونيو موجود في احنا عارفين ان فيه رادارات وفيه كاميرات في كل مكان الجثة تم العصور عليها في بادئ الامر في محور 30 يونيو جثة ملقاة على الطريق اول ما فعلا تم العصور على الجثة بدأوا بعد كده باقصى سرعة قوات الامن اللي موجودة في بورسعيد وده معروف ومش هنحكي وقوات الامن محور قناة السويس واحنا عندنا اقوى قوات امن واسراهم على الاطلاق اتحرقوا باقصى سرعة وعن طريق الكاميرات وجابوا مكان الجثمان والجثة وجابوا العربية اللي قامت بالقاء الجثة وعلى الفور تم القبض على الجاني اللي هو سفاح التجمع اللي بقالهم فترة بيدوروا عليه ومش عارفين يجبوه طب ايه اللي حصل وايه التفاصيل اكثر وضوحا اللي حصل لما بدأوا يجيء يعني يلقوا القبض على سفاح التجمع كان في حالة هنقول مهتز طريقة كلامه مش مصبوطة اول ما تم القبض عليه كان فيه بعض الهلاوس تم العصور عليه وبدأت باقصى سرعة النيابة العامة تجري تحقيقاتها لما قبضوا عليه كان هو لسه متعاطي المخدرات وكان رامي الفتاة على الطريق واسناء استجوابه بدأ يعرفوا التفاصيل اللي ناس كتير ما تعرفهاش التفاصيل هي كالتالي البنت دي مش من برسعيد والمعظم الجسس حتى الآن لم يثبت هويتها ولكن جاري التحقيقات في بعض الجسس هو اعترف بيها لكن الإجمالي انه هم تلت جسس غير الجسس الرابعة اللي تم اكتشافها على طريق 30 يونيور واعترف على نفسه لانه كان تحت تأثير مخدر فقال كل حاجة ما خباش جاب كل اللي عنده لانه هو أصلا خارج السيطرة اعترف بكل حاجة وقال انه هو بيمارس الفحشة مع هؤلاء البنات والبنات دي كانوا بيروحولوا بيته في التجمع الخامس ولما بيصعدوا البيت عنده هو بيمارس بطريقة أو المدلول كله بانه هو مريض سادي وطبعا معروف ان المريض ده بيمارس العنف مع ضحايا واسناء ممارسة العنف دي سواء بالتعذيب وخلافه كمان بيجبرهم على انهم يغدوا المخدرات وخصوصا الايس والشاب وفعلا قال ان الفتاة اللي تم العصور عليها الضحية الرابعة اللي تم العصور عليها على محور 30 يونيو كانت فعلا تعاطت المخدرات وبالزبط تقريبا اللي تعاطته كان ايس طب ايه اللي حصل بالزبط وايه التفاصيل اللي حصل ان الشاب ده عرفنا عنه ان هو كان بيعمل في احدى مدارس الانترناشنال مدارس اللغات لفترة ولكن ترك العمل بقاله فترة وبعد ما ترك العمل كان يعتبر لكل استادة مشاهدين عاطل يعني واكيد كل ده بنتيجة المخدرات اللي بيشرط واضح ان هو معاه من الاموال اللي كافية ان هو يكون مؤجر شقة في التجمع في كومباونت زي ده وان هو يستدرج فتيات الليل وان هو يمارس معهم الفحشة والرزيلة بهذه الطرق كمان الغير طبعية والغير آدمية لمرضى النفسيين وان هو مريض سادي القصة الاخيرة اللي فضحت امره وان ربنا سبحان الله وتعالى كشف ستره الجثة اللي تم العصور عليها كانت ميتة قبلها بيوم او هنقول باكتر من 24 ساعة الجثة كانت قاعدة عنده في البيت يومين اعطاها المخدرات ومارس الفحش وبعد ما عمل كده سبها ونزل ولما رجع تاني كان فاكر ان المخدرات هي اللي منيمة البنت اتار البنت مش المخدرات اللي منيماها هي ماتت بالفعل ويريته مثلا سبها كده لأ مارس معها تاني وهي اساسا ميتة وغيرة ومش موجودة على قيد الحياة كان فاكرها عايشة وانها تحت تأثير المخدر ولكن الفتاة بالفعل كانت ماتت وفرقت الحياة يعني لكم انت تخيلوا ان هو مريض لدرجة ان هو يمارس ده مع الفتاة وهي ميتة وهو مش قادر يعرف هل اللي قدامه دي من كمية المخدرات اللي هو شاربها هل هي عايشة ولا ميتة ولما اكتشف انها ميتة حاول يتخلص من جسمان خاد البنت في العربية وتحرق على طريق 30 يونيو واهما طبعا هو تحت تأثير مخدر انه لما يرمي البنت مش حد هيكتشف امره ومش هيفتضح امره ولكن ان ربك لاب المرصاد ان ربك لاب المرصاد وربنا سبحان الله تعالى اراد ان ارض الباسلة هي اللي تلقي القبض على مثل هذا المجرم البشعة اراد ان الباسلة ورجال تكون هي الرادع لمثل هذا الاجرام وتم القبض عليه الكلام ده واستجوابه والكلام ده تحديدا بدأ كان يوم الثلاثة اللي فاد اخذ تجديد 15 يوم لحين استكمال التحقيق وبالفعل امبارح كان بيناظر الجسمان بيناظر بعض الجرائم اللي عملها في القاهرة في التجمع وبيمثل الجريم ولكن في بعض المعطيات لهذه القضية ان هو اثناء ما كان في حالة ان هو تحت تأثير مقدر وبيعترف بكل حاجة كان كمان بيدلهم اكتر وبيقول لجهات التحقيق المنوطة ان موبايل عليه الفيديوهات اللي بيصور بيها الضحايا يعني هو مش بس بيمارس العنف او ان هو بيمارس سلوك فاحش عن المجتمع المصري ولا ان هو خارج عن النطاق والحدود اللي قالين لا ده كمان فوق المهازيه الممارسة هو بيصور ده حياء اثناء المعشرة بهذه الطريقة وكمان في بعض الاسبتات على جرايمه طبعا التفاصيل هذه القضية شغلت رأي العام منذ الامس وكان التليجراف مصر هي صاحبة الصبق في هذا الوقع وإحنا وإحنا معاكم من أكتر مكان يعتبر في السنوات الماضية صاحب قرارات رادعة في كل من تسول له نفسه بأنه ينتهك حرمة البشر ينتهك الحرمة الإنسان ينتهك حرمة أننا بشر وأننا إنسان حتى وإن كانت هذه الفتاة فتاة ليل ولكن من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا طبعا إحنا قلنا لكم كل التفاصيل ولمينا كل التفاصيل بهذه الوقع تابعونا لكل ما هو جديد طبعا القضية على قد ما هي أصارت غضب وأصارت الرأي العام إلا إن إحنا عارفين كويس أوي إن هذه القضية مش هتاخد كتير في محافظة بورسعيد أسرع قضاء وأسرع قضايا عادلة هنقول وأحكام عادلة وثقتنا الكاملة في القضاء العادل ولكن ملابسات هذه الواقعة كشفها ربنا سبحان الله وتعالى على أرض البسلة هنرجع ونقول رغم إن حتى الآن لم يثبت بالشكل الفعلي أن هناك ضحية من بورسعيد وأن معظم الضحية التي تم إحضارها على طريق 30 يونيو من الضرب الأحمر من قاهرة ويعني أنا أستحي أن أقول التفاصيل أكتر عشان مسامع المشاهدين ولكن هحاول أن أنا أتحر الألفاظ اللي طليق بالمشاهدين أنا بس عايز أقولكم إن والدها هو اللي أحضرها للقاتل وأن والدها هو اللي بيشغل بنته هذه المهنة المشينة مش هندخل في أكتر من كده ولكن طبق القضية محل هنقول استفهام الجميع وتبقى القضية هي القضية الأولى التي شغلت الرأي العام وأصبحت من القضايا التي يطالب الرأي العام بشدة سرعة البت فيها وسرعة إحضار حق هؤلاء الضحايا طبعا ما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة باقي الضحايا اللي تم الاعتداء عليهم ولكن تابعونا لكل ما هو جديد برضو عايزين قبل ما نختم اللقاء معاكم نقول لكم إن كل ما سيحدث سنكون طبعا معاكم أول بأول تابعونا على تيريجراف مصر كنا معكم بالبسف المباشر وكانت معكم شيماء الرئيس موسيقى